القى عدوان الاحتلال على قطاع غزة بظلاله على الداخل الإسرائيلي وبات رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو في مرمى الغضب الإسرائيلي المتزايد والمطالب باستقالته ففي القدس المحتلة وقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين غاضبين خارج مقر إقامة نتنياهو للمطالبة باستقالته وسط غضب واسع النطاق من الإخفاقات التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته الفصائل الفلسطينية على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة وتزامنت الاحتجاجات الإسرائيلية ضد نتنياهو مع مظاهرات أخرى لأسر المحتجزين الإسرائيليين الواقعين في قبضة الفصائل الفلسطينية محملين رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولية عن أمنهم والمطالبة بالعمل على الإفراج عنهم وتأتي موجة الاحتجاجات ضد نتنياهو في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب عليه الاستقالة لكنه لم يقبل حتى الآن المسؤولية الشخصية عن الإخفاقات التي سمحت بالهجوم المفاجئ ومع تلاشي الصدمة الأولية تزايد الغضب الإسرائيلي حيث امتقد العديد من عائلات المحتجزين في غزة بشدة رد فعل الحكومة وطالبت بإعادة أقاربهم إلى ديارهم وحتى قبل الحرب كان نتنياهو شخصية مثيرة للانقسام حيث واجه تهم الفساد التي ينفيها ودفع بخطة للحد من صلاحيات القضاء مما دفع مئات الآلاف إلى نزول في الشوارع للاحتجاج كل تلك التحركات تلقي بظلال قاتمة على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتوقع أقرب حلفائه بأنه قاب قوسين أو أدنى من مغادرة منصبه السياسي بحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر